بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين على سيد أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نحيه إلى يوم الدين ثم أما بعد أبنائي وبناتي أعزائي طلاب المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف نحن اليوم مع اللقاء الرابع من شرح الحديث النبوي الشريف فعلى هذه المائدة المشرفة التي نصحب فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيش هذه اللحظات فقد روى الإمام النسائي بسنده عن معاوية القشيري قال قلت يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن يشير إلى أصابع يديه أن لا آتيك ولا آتي دينك وإني كنت امرأا لا أعقل شيئا إلا ما علمني الله ورسوله وإني أسألك بوجه الله عز وجل بما بعثك الله إلينا قال صلى الله عليه وسلم بالإسلام قلت وما آيات الإسلام قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة كل مسلم على مسلم محرم أخواني نصيران لا يقبل من مشرك بعدما أسلم عمل أو يفارق المشركين إلى المسلمين هذا الحديث النبوي الشريف الذي رواه الصحابي الجليل معاوية القشيري وهو يروي عنه ابنه ويروي عن ابنه حفيده حكيم وهذه الرواية سندها متصل ومعلوم أنه سند صحيح لا يحتاج إلى الكلام في سنده ومعاوية بن حيدرة وعلق له البخاري بعض الأحاديث أي أوردها في صحيحه معلقة نعيش مع نص الحديث وأعيروني القلوب والأسماع والأفئدة حتى نستطيع أن نفهم الحديث لأنه فيه طول أولاً قوله يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت وهذا كناية واضحة عن عدم إقباله على الإسلام بل فيه كناية عن موقفه العدائي للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر قد تكرر قبل ذلك فكم من رجل من المشركين يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باغض له كاره لدينه وما أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينشرح صدره فقبل ذلك حدث مثل هذا مع ثمامة سيد أهل أهل اليمامة فحين أطلق النبي صراحه ذهب إلى مكان فاقتسل وأعلن إسلامه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم جاء مسلما وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا محمد ما كنت أبغض أحدا أكثر من بغضي لك ولا كنت أبغض دين أكثر من بغضي لدينك ولا كنت أبغض بلد أبغض عندي من بلدك فها أنا الآن أنت أحب الناس إلى قلبي ودينك أحب الأديان إلى قلبي وبلدك كذلك أحب البلاد إلى قلبي فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك ولكن لرحمته وشفقته ومحبته صلى الله عليه وسلم للعالم كله ألف الله بين قلوب الناس وقلبه وحول القلوب من البغض والكره له ولدينه إلى الولاء والحب والانصياع لهذا الدين ثم يقول وإني كنت امرأا لا أعقل أي لا أعقل شيئا من أمور الدين وإلى الآن لم يدخل في الإسلام فأمر طبيعي أنه لا يعرف ولا يعقل ولا يفهم شيء عن أمور هذا الدين إلا ما علمني الله ورسوله وهنا عجب ما علمني الله ورسوله هو لم يتعلم شيء وما قال له النبي شيء وما فهمه أو علمه النبي شيء فكيف يقول إلا ما علمني هذا باعتبار ما سيكون في المستقبل بعد سؤاله لماذا؟ لأنه يعلم يقينا أن محمدا لا يكتم علما ولا يظن بعلم وأنه هو المعلم وسيعلمه حين يسأل وهو جاء للسؤال فيعلم يقينا أنه ما دام سيسأل سيجاب وما دام سيجاب سيجاب بعلم وهذا العلم من النبي والنبي هو المبلغ عن الله تبارك وتعالى إذن فهو عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم لسائل أن يسأل أبنائي وأحبائي كان الأمر الطبيعي أن يقول ما سأتعلمه ما سأتعلمه ولكن قال ما علمني بالماضي وهذا أمر معروف في لغة العرب فإنه يعبر بالماضي حين يكون متحققا متأكدا من تحقق الوقوع فكأنه لما علم ولما أيقن أنه سيتعلم من رسول الله لأنه سيجيبه بما سأل عبر بالماضي لأنه أمر متحقق لا مجال فيه ولا خلاف فيه ثم قال وإني أسألك بوجه الله بما بعثك الله إلينا بما بعثك الله إلينا أما ما فهي استفهامية والاستفهام هنا حقيقي فعلا هو يريد أن يستفهم عن هذا الدين أما قوله بوجه الله أي أنا أسألك بذات الله وبصفات الله من القدرة والعلم والإرادة وكل الصفات الواجبة لله تبارك وتعالى ولكن هنا مسألة نطرحها طرحا سريعا عليكم أبنائي وهي ورد في بعض الأحاديث عند الإمام أبي داود لا يسأل بوجه الله إلا الجنة بمعنى أي حين تسأل بوجه الله لا تسأل بوجه الله أمرا دنيويا حقيرا وإنما تسأل بوجه الله ما يليق مع ذات الله ومع صفات الله فيسأل به الجنة للأمور الدنيوية وهو الآن يسأل عن أمور دنيوية وأقول للإجابة على هذا السؤال أقول أولا هو حين سأل بوجه الله سأل عن علم الدين وعلم الدين حينما يتعلمه فإنه الطريق إلى الآخرة فلا إشكالا في هذا لم يسأل عن شيء حقير وإنما سأل عن شيء هو من صميم الدين وإذا نفزه وطبقه سيكون هو المآل له والطريق له إلى الجنة فكأنه سأل بوجه الله الجنة فلا إشكال الأمر الأول أننا حين بحثنا في سند هذا الحديث عند أبي داود فوجدنا أن الحديث فيه ضعف فيه ضعف وما دام فيه ضعف فلا يواجه هذا الحديث المتفق على صحته الأمر الثالث أبنائي ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل وأبي داود والنسائي أيضا أنه قال من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا الله له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه والشاهد من الحديث الذي ذكرته لكم الآن أن هنا السؤال بالله بوجه الله وكل ما ورد في السؤال أمور دنيوية نعم من مكارم الأخلاق نعم لها علاقة بالدين إنما في النهاية هي أمور دنيوية وثبت أننا سألناها بوجه الله سألناها بذات الله تبارك وتعالى من سألكم بالله فأعطوه ولذلك نقول يا أبناء لا إشكال في أنه سأل سأل بوجه الله ولا تعارض في هذا الأمر أقول بعد ذلك قال النبي ردا عليه بعثني الله بالإسلام لأنه سأل بما بعثك الله فالرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الله بالإسلام وكلمة الإسلام كلمة جامعة لأصول الإسلام وفروعه أصول الإسلام العقدية وفروعه التي تنتج عن هذه العقيدة وبما فيها من صلاة وسيام وحج وكل ما يتعلق بالإسلام يدخل معنا في هذا الجواب الكامل الشامل قال ابن حيدرة قلت وما آيات الإسلام يعني إيه شعائر الإسلام إيه اللي فرض ربنا علينا في الإسلام إيه المعلومات المتعلقة بالإسلام ما الإسلام هذا ما الإسلام هذا فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الإسلام أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت أي أسلمت وجهي لله وتخليت ما معنى أسلمت وجهي لله أي استسلمت وخضعت وأذعنت وامتثلت لكل ما جاء به الإسلام كثيرا أو قليلا كبيرا أو صغيرا كل ما جاء به الإسلام وما أمرني به الإسلام أنا منفز وخاضع ومستسلم لله تبارك وتعالى لأنه من عند الله سبحانه وتعالى إذن إذن توجهت ووجهت لله وتوجهت لله تبارك وتعالى توجها قلبيا وأيضا فيه كناية عن النفس والذات يعني إيه؟ يعني هذا التوجه والاستسلام مني بأمرين بالقلب وبالجوارح بالقلب الاعتقاد وبالجوارح الامتسال والتنفيذ الفعلي والعملي لكل فرائض وأركان هذا الإسلام يعني مش توجه قلبي دون الجوارح أو جوارح دون القلب كلاهما لا بد أن يتكامل فيكون الاستسلام لله قلبا وجوارح أيضا وقوله تخليت يعني تجنبت وابتعدت وتركت كل ما دون دين الإسلام من ديانات باطلة إذن فهو نفي وإثبات إثبات وتوجه وامتثال لهذا الدين لدين الإسلام ونفي وجحد وكفر بكل ما خالف دين الإسلام إذن أول شيء في الإسلام أسلمت وجهي لله وتخليت وضح المعنى ثم ماذا يا سيدي يا رسول الله ثم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة الله لكن أبنائي وأحبائي ذكر الصلاة والزكاة مع أن من أركان الإسلام أيضا الصيام ومن أركان الإسلام أيضا الحج حج بيت الله الحرام فلماذا اقتصر على الصلاة والزكاة فقط قيل أن ساعة سؤاله لم يكن فرض الصيام والحي فذكر ما فرض آنذاك وقيل بعض العلماء قال بل إن الصلاة والزكاة بمثابة العنوان لباقي فرائض الإسلام فهذه فقط جزء يدل على الكل بإذن الله تبارك وتعالى فالعبادات منها ما هو بدني ومنها ما هو مالي ومنها ما هو إذن أتى بنموزجين نموزج بالبدن وهو الصلاة والمال وهو الزكاة ويقاس عليهما باقي الفرائض إن شاء الله ثم بعد ذلك استأنف النبي كلاما جديدا ولم ولم يعطفه على ما سبق وإنما أعطاه الاستقلالية في بدء الكلام به فقال صلى الله عليه وسلم كل مسلم على مسلم محرم أخواني نصيران إذن هنا عبر بجملة اسمية مستأنفة ولم يعطفها لماذا لبيان استقلال هذه الحرمة لماذا لأنها تقوم عليها رابطة المجتمع الإسلامي كله رابطة المجتمع الإسلامي كله إذن فنبينا صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤسس ويرسخ أن أن المسلم إن كان مسلما حقا لا بد أن يسلم الناس من حوله لا بد أن يكون مصدر أمن وأمان واستقرار لمن حوله لا بد أن يكون نافعا غير مؤذن لمن حوله لا بد أن يكون نافعا حتى للحيوانات والجمادات والنباتات كل من حوله يكون في سلم وسلام ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وليس الأمر قاصرا على أن يسلم المسلمون فقط ولكن كما جاء في رواية أخرى للحديث المسلم من سلم الناس جميعا من لسانه ويده إذن أبنائي وأحبائي جانباني لابد أن يتوفراني في المسلم جانب إيجابي وجانب سلبي قدم الجانب السلبي لأن التخلية قبل التحلية أن يسلم الناس من أي أذى لأنه محرم هذا هو الجانب السلبي وذكرت لكم الحديث الذي يدل عليه طب ملئه الجانب الإيجابي الجانب الإيجابي عبر عنه بقوله أخوان نصيران أي متناصرا أي متحابا أي متعاطفان متودان متى كاملان إذن فييب على المسلم حتى يكون مسلما حقا أن يكون مناصرا مقويا مساعدا لغيره لغيره ممن هو حوله كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال أن تمنعه عن الظلم أو أن تحجزه عن الظلم وكما قال أيضا صلى الله عليه وسلم في حديث آخر المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته فهذا هو الجانب الإيجابي ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يقبل من مشرك بعدما أسلم عمل أو يفارق المشركين إلى المسلمين وهنا وقفه رجل دخل في الإسلام استرك الشرك ودخل في الإسلام هذا الرجل قيد أساسي في صحة إسلامه وفي الدلالة على أن إسلامه صادق في إسلامه أن يترك ما كان عليه من شرك أن يفارق عادات وعقائد المشركين لماذا؟ لأنه أصبح الآن مسلم له عقائد خاصة بالإسلام عقيدة التوحيد أن يترك عادات المشركين لأنه أصبح له عادات غير عادات المشركين أن يترك عبادات كانوا يتقربون بها لأوثان أو أصناف أو ما شابه ذلك لابد أن يتركها وإلا كيف يكون قد حسن إسلامه ودخل في الإسلام دخولا حقيقيا لا ظاهريا ولا مجرد اصطناع يصطنعه ليقنع الناس أنه مسلم ولذلك هذه هي الدلائل هذه العلمات على صدق إسلامه أو عدم صدق إسلامه وكلمة أو هنا بمعنى إلا بمعنى إيه إلا فيكون الكلام تقديره لا يقبل من مشرك بعدما أسلم عمل إلا أن يفارق المشركين إلى المسلمين يعني يفارق عبادات المشركين إلى عبادات وتنفيذ أوامر وأركان هذا الإسلام الحنيف إذن كلمة يفارق يعني فهمنا منها أن يهجر أو يهاجر هذا المكان أو هذا المعتقد إلى معتقد جديد وهنا يجرنا الكلام إلى مسألة في غاية الأهمية ما حكم الهجرة وهل الهجرة باقية وهل نهاجر من بلد فتحها المسلمون وللإجابة أقول أولا ما حكم الهجرة الهجرة أبناء من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة وكانت الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة باعتبار أن مكة دار كفر والمدينة دار إيمان فكان كل من يريد أن يحتفظ بدينه وأن يقوم على دينه وأن يتمسك بدينه واجب عليه إذا تمكن أن يهاجر من مكة إلى المدينة بعد بعد أن فتحت مكة وصارت أيضا بلد إيمان وبلد توحيد ليست دار كفر بل هي دار إيمان زي المدينة أصبحت الهجرة المكانية ليست واجبة لاثنين بلد بلد إيمان بلد إسلام بلد دين واحد ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا هجرة بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح طيب هب أن الأمر بالقياس حدث حدث أن الإنسان في بلد هذه البلد تجبره على الكفر يهاجر أم لا يهاجر أصبح بالقياس كأنها مثل مكة والبلد المؤمنة التي يذهب إليها مثل المدينة هذا بالقياس لكن هناك هجرة لا تنقطع ولن تنقطع الله الهجرة دي مكانية بدنية ولا معنوية قال لك لا دي هجرة معنوية يعني إيه قال لك والمهاجر من هجر الله من هجر ما نهى الله عنه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه هجرة الزنوب هجرة الآسام هجرة الموبقات هجرة السوء هجرة الشر هذه باقية إلى يوم القيامة ولكنها هجرة معنوية طيب الفقرة السالسة في السؤال الذي طرحناه عليكم أبنائي إذا فتح المسلمون بلد إذا فتح المسلمون بلد وصارت دولة إسلامية وأنا فيها هل أهاجر منها الجواب ما دمت أنا يعني أعيش فيها ولي مكان فيها ولي مسكن فيها فلا أهاجر منها لماذا لا أهاجر منها حتى أكثر سواد المسلمين وحتى يعني أقيم فيها الفرائض والسنن وكل طقوس الإسلام الحنيف أقيم فيها فلماذا أهاجر منها بل بالعكس وجودي فيها حيكون فيه مصلحة وهو الأفضل لا شك تمام كده الأمر الثاني قال النبي حتى حتى يفارق المشركين طب ليه ليه عدم مفارقة المشركين يبطل العمل لماذا لماذا عدم مفارقة المشركين قد يؤدي إلى إبطال العمل الجواب لأسباب أولا السبب الأول إذا سكن بين المشركين وخالط المشركين وكان هو قبل ذلك مشرك وكان هو قبل ذلك مشرك وخالطهم في عاداتهم وفي عبادتهم وهو قادر على أن يفارقهم هذا يعطي انطباعا ويعطي دلالة واضحة على أنه مقتنع بهم وبعقائدهم ومتبع لهم فهذا إسلامه إسلام زيف ونفاق بأول حاجة إذا كان جلس مع المشركين وهو مقتنع وبشاركهم في العادات وبشاركهم في عباداتهم وبيعبد اللي بهم وبيعبدوه وادعى أنه مسلم هذا إسلام مزيف هذا إسلام مزيف فالدليل على أنه غير مزيف يفارقهم حتى نعلم أنه فعلا يعني كره عبادة الأوسان كره عبادة الأصنام كره كذا وهكذا الأمر الثاني هو حين يخالطهم أي الكفار في كل شيء قد يجره ذلك إلى الكفر ليه لأنه بيكتسب من أخلاقهم ومن معتقدهم فيخشى عليه أن يماثلهم فيكون مثلهم يبقى في الحالة دي الحالة التانية الأولية هو مقتنع بيهم وبشاركهم قال لك الحالة الأولية الحالة التانية لا هو مش مقتنع بيهم وبشاركهم لكن كثرة المكوس والجلوس معاهم والتشرب بعاداتهم والتشرب بعباداتهم وحتى لو كان يشاركهم على سبيل المجاملة في البداية هذا ربما ربما يجره إلى القناعة بهم وإلى المماثلة لهم فإن قنع بهم وماثلهم فهذا لا شك أنه جره للكفر مرة ثانية فبعد أن أسلم حتى وإن اقتنع بإسلام عاد لمشاركته ومماثلته وأخذه من عاداتهم ومعتقداتهم إذن في هذه الحالة نقول يا من مقر الإسلام والإيمان في قلبك ونضح على جوارحك بالامتسال وبآداء كافة العبادات صن هذه النعمة واحفظها وابتعد عما يؤثر عليها وعما يخريك من هذه النعمة ولا شك أن من شارك ومن اقتنع ومن ماثل قوما صار منهم بل وحشر معهم فكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم المرء يحشر مع من أحب المرء يحشر مع من أحب فيا مسلم ماذا تريد أتريد أن تحشر مع المؤمنين مع الموحدين مع المسلمين أم تريد أن تحشر مع غيرهم فانظر في الأمر ولا تتكئ أو تتكل بأمور دنيوية وكن مع المسلمين الأمر الأخير الذي أوجهه إلى أبنائي في نهاية شرح لهذا الحديث هو يعني تحذير من التبعية الكاملة للكفار فيما يخالف الدين والأخلاق والغير على العرض نعم لابد يا مسلم يا مسلمة أن تكون لك هوية ولك شخصية كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت ولكن ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساء فتجنبوا إساءتهم إذن أيها المسلم لك عادات ولك عبادات ولك زي ولك آداب ولك أخلاق ولك قيود وضعها لك الدين الحنيف فالتزم بها ولا تتبع غير سبيل المؤمنين نعم لهم منا الود والمحبة والمحبة لا إشكال في ذلك ولهم منا التعامل الحسن والمسالمة والأمنة والأمان والمخالطة والمعايشة الدنيوية ولكن فيما يتعلق بأمور الدين لا بد أن تكون لك هويتك لك شخصيتك لك آدابك لك أخلاقك لك زيك كما قلت فهذا كله من الأهمية بمكان بهذا أبنائي وبناتي طلبة وطالبات المراكز السقافية نكون قد أنهينا الشرح التحليلي لهذا الحديث النبوي الشريف الذي يمس أصول العقيدة والذي يبين لنا شرائع الإسلام والقيود التي لا بد أن يمتت لها المسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة